السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أتحدث إليكم من مقدشي عاصمة الصومان بعد أن انتهيت من زيارة بيدانية لليمن ومدنها الكبرى صنعها وعدن والحديدة والأحزة اليوم نتحدث عن معاناة ما يقرب من 20 مليون نزمة من الشعب اليمني يعانون من نقص حادث الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب والأمن المجتمعي والسلم والسلام المجتمعي بالإضافة إلى هذا هناك حالات شخصة لمرض الكبرى في كل من صنع وعدن والحديدة ومحافظة أبيان قد أعلنت حالة التوارئ منذ يومين خوفا من انتشار مرض الكبرى أو وباء الكبرى في أبيان الأمر الإنساني في اليمن جد خطير لا يستحمل منا التخاذل أو التقاعص أو الإهمال نحن نتحدث عن حالة 20 مليون نسمة من شعب يعاني من سوء الخدمات الصحية الطبية المياه الصريحة للشرب ونقص حادث الغذاء أنا أنادي بشدة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجميع الدول العربية والأمين العام من نظمة التعاون الإسلامي أن يذهبوا لزيارة هذه المدد وغيرها من تعز وإبن وإخلافه لكي يتطلعوا بأم أعينهم عن الحالة الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني في صمت ويموت في صمت اليوم نبدأ أن نقف وقفة إنسانية مع الشعب اليمني كي لا نتأخر عليه ساعد اليمن اليوم ساعد اليمن اليوم ساعد اليمن اليوم وإلا ستحاسبنا الإنسانية والتاريخ عن إهملنا وتقعصنا من نصر الشعب اليمني وننقاض من هذه الكارثة المحققة فنهب جميعاً ونقف جميعاً مع أبناء الشعب اليمني وندعمهم بالعمل الإنساني لكي نستطيع أن ننقذ أكثر ما ننقذ إنقاذه من أطفال ونساء ورجال وشيوخ الشعب اليمني ساعد اليمن اليوم ساعد اليمن اليوم ساعد اليمن اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته